موسيقى جاحد النعمة في قديم الزمان وسالف العصر والأوان كان يعيش في مدينة الموصل تاجر غني في قصر كبير مثل قصور الأمراء تترامح ضائقه وجنائنه إلى مياه نهر دجلة وكان لهذا الثري صبي أوحد يافع أمرد وهو في مطلع شبابه حصر الثري همه ليكون ابنه قدوة في الأخلاق والعلم والأدب فجمع له أحسن المربين والمعلمين من كل فرع من فروع الثقافة والتهذيب حتى صار قدوة بين أترابه ومثالا وكان مطيعا لا يخرج على أبيه في أي أمر كما لا يذعن له في كل أمر إنما اعتادا أن يجريا النقاش والحوار عندما يعرض لهما أمر يقتضى الفصل فيه وكان هذا الصبي رفيقا بالخدم والغلمان يعاملهم بالحسن ولا يقص عليهم أو ينهرهم بل كان يوجههم ويرأف بهم ويغضق عليهم ولهذه الأسباب كان أثيرا عند الجميع ومحبوبا منهم يتدافعون لخدمته وكان التاجر من أعيان الموصل يزوره كبار رجال الدولة وحاشية السلطان فيكرمهم ويطرون عليه وكانوا دائما كل من صرفوا من مأدبة أقامها لهم حلفوه وألحوا عليه بأعظم الأيمان وقالوا له يا أبا منير لا توفرنا في حاجتك فأقل شيء نفعله هو أن تمكننا من أن نرد بعض جميلك علينا فيبتسم التاجر لهم ويقول أنتم ذخري وكنزي أنتم أصدقائي ولكن لا أحوجني الله إلى مساعدتكم فيأخذون كلامه على سبيل المزاح ويقهقهون وهم يغادرون ويتوزعون في شوارع وأزقة الموصل إلى دورهم ومساكنهم وكان هذا التاجر الموسر قد اقتصر تجارته على الاتجار بالحرير وأثمن القماش ولا يتعداه إلى غيره لذلك كان معظم زبائنه من الأمراء والسلاطين وأثرياء البلاد وكان التجارته واسعة جدا يأتيه الحرير من الصين وتأتيه الأقمشة من الهند وتحملها قوافله إضافة إلى ما كان يتم صنعه في الموصل إلى أقاص البلاد إلى القسطنطينية وإلى الإسكندرية ومصر كما إلى الأندلس وغيرها من البلدان الكثيرة فهو يتقن تجارته كما يستخدم أمهر الصناع عندما يتعلق الأمر بالأمراء والسلاطين وما يرغبون فيستعمل خيوط الذهب والفضة بإتقان قل نظيره كما يبتدع له الرسامون أحسن الأشغال وكان في جملة من يقوم في خدمة الثري وأسرته غلام اسمه مدبر غير أن أهل الدار وقد كانوا على جانب كبير من الرفعة في الظوق لم يستسيغوا الإسم النشاز هذا يتردد في رحاب القصر وحضائقه وهو نعت يثير الهزأ والسخرية فقلبوه إلى مقبل وأجبروا الجميع على التقييد بذلك ظنا منهم بأنه قد يكون لذلك وقع خاص عند الغلام فينشأ في كنفهم أحسن نشأة وخصوا هذا الغلام بخدمة ابنهم ووحيدهم منير يلبي له رغباته ويلعب معه سحابة النهار وكلما اقتضت للصبي حاجة ومع مرور الأيام صار اسم مقبل على كل لسان وصار الغلام بمكانة ابنهم فكانوا يعملونه أحسن معاملة ويغدقون عليه كلما سنحت الفرصة لهم بذلك وكان منير ومقبل في سن متقاربة ولهذا السبب توثقت الصلاة بينهما فصارا لا يفترقان ويمضيان ساعات اللهو على أحسن حال وأكمل انسجام ولم يشعر الغلام مقبل أنه في منزلة أدنى من منزلة تربيه منير كما لم يسمع منه ولو بالسهو والخطأ مرة ما يشير إلى ذلك بالرغم من أن الغلام كان مملوكا اشتراه التاجر من النخاسة ذات يوم وهو حديث السن ولم يكمل استبدال أسنان الحليب في فمه وكان الغلام مقبل يضمر في نفسه شيئا آخر ليس يهمه الكرم الذي أحاطه به سيده ولا اللطافة التي لم يعامل بغيرها إنما كان الحسد والحقد يكمنان في أعماقه فهو كلما اختلى لنفسه حدثها وقال اللعنة علي وعلى اليوم الذي خرجت فيه إلى هذه الدنيا شقيا مملوكا فليس والله على هذه الأرض عدالة لماذا يولد منير وفي فمه ملعقة من ذهب وأولد أنا وفي عيني قذى ورمد ويرسل نهدة عميقة ويلتمع الحقد في عينيه ويتفجر دمعتين تجريان على خديه قبل أن يستسلم لسلطان الرقادي وينام على حزن وألم وفي يوم من الأيام وفي يوم من الأيام حدث أنه خرج الثري بأسرته إلى بستان لوالي الموصل ملبيا دعوته وقد أصر الوالي أن يقتصر الحضور عليه وعلى أسرته وحشية مقربة جدا منه دون الغلمان والخدم وسواهم لأن سلطان بغداد سيكون ضيف شرف هذه المأدبة مكث مقبل في جملة الخدم والغلمان في القصر ولم يرافق تربه فاستبد به الحقد الدفين في أعماقه وعزم على الإنقلاب على وضعه كله فراح يفتش في حجر القصر ومخادعه وديوانه كمن يبحث عن ضالة لا يعرف كنهها وعزم على الإنقلاب على وضعه كله فراح يفتش في حجر القصر ومخادعه وديوانه كمن يبحث عن ضالة لا يعرف كنهها حتى وقع نظره على كيس فيه دراهم نسي التاجر أن يجعله في خزانته الحديدية فتناوله على عجل وولى هاربا مبتعدا عن القصر فاستقبلته البرية بعد أن عبر بسميرية نهر دجلة وبعد حين اختف وراء التلال المشرئبة في الأفق وضاع أثره وعندما عاد الثري وأسرته من المأدبة استفقدوا الغلام مقبل فلم يقف له على أثر فأفادهم بعض الخدم بأنهم رأوه يخرج من القصر مسرعا ولم يروه بعد ذلك فأيقن الثري بأن الغلام قد ول الأدبار وهرب فلم يحرك ساكنا بل قال هذا شأنه فنحن لم نسئ إليه بل أكرمناه وعملناه بغاية اللطف ومرت السنون وتونسيان اسم مقبل حتى كان يوم طلب الإبن من أبيه أن يخرج إلى نصيبين في نزهة وعمل فهو يشتاق أن يرى الدنيا وأهلها كما تقضي المصلحة أن يتفقد التجار ويتعلم منهم وفي اليوم التالي ركب منير دابته قاصد النصيبين فوصلها بعد أيام فوجدها مدينة جميلة تضيع دورها وعماراتها بين الأشجار والبساتين فاستقل جانبا من خان وبات فيه ليلته وفي صبيحة اليوم التالي خرج منير ليتفرج على معالم نصيبين وقد جعل في كمه منديلا مملوءا بالدراهم وبينما هو يشتاز بعض أسواق نصيبين وقع نظره على غلامه مقبل فأسرع نحوه وحين رآه الغلام رحب به أحسن ترحيب وأظهر سرورا عظيما وراح يسأله عن أبيه وأهله والشاب يجيبه ويعلمه خبر من مات ومن بقي فقال الغلام يا سيدي متى دخلت إليها هنا وفي أي حاجة فأعلمه الشاب علة وجوده فأخذ الغلام يعتذر عن هربه وصرقته لكيس الدراهم والشاب يهون الأمر عليه وقال الغلام أنا مستوطن هنا وأنت مجتاز يا سيدي والغريب تطول لياليه ولا يجد من يؤنسه فيثور القلق في نفسه تجيء إلى مسكن اليوم فإني أحضر لك نبيذا طيبا وهذا البلد مشهور بصنعه وغناء حسنا لترفها عن نفسك في غرفتك فقال الشاب كما ترى فمشى الغلام ومشى الشاب خلفه وطال الطريق فارتاب الشاب وسأل ويحك أين بيتك فقد صرنا بعيدين عن قلب المدينة فابتسم الغلام ابتسامة ماكرة وقال له لم يبقى سوى خطوات ونكون في الدار اجتازا نصيبين وصارا في بعض بساتينها وما يزالان يمشيان فأخذ الشاب يبطئ وانتابه خوف من تصرف الغلام مقبل ولكنه كتمه وسار يلحقه حتى بلغ آخر نصيبين في درب خراب يقارب البرية فطرق بابا فخرج رجل ففتح الباب فدخلا سويا إلى الدار وأغلق الباب دونهما وحين صارا في الدهليز المؤدي إلى ديوان الدار الواسع هرع رجل نحو الباب ورده ردة عنيفة ثم استوثق من غلقه غلقا محكما فأنكر الشاب ذلك وأدرك بأنه ضحية مؤامرة دنيئة ساقه الغلام إلى شباكها فتمالك نفسه ودخل فوقع نظره على ثلاثين رجلا مصطفين على محيط جدران الديوان الأربعة وسلاحهم ظاهر للعيان السيوف مرمية بغير انتظام أمامهم وخناجرهم في مناطقهم وعندما لمحه اللصوص مزقوه بأنظارهم والشرر يتطاير من أحداقهم فعرف أنهم عصابة من اللصوص الخطيرين وأن الغلام مقبل عين لهم فأيقن بالبلية وبالشر وسوء المصير انزع ثيابك فطرح كل ما عليه إلا السراويل وقد ألح عليهم بتركها سترا له فتركوه وحلوا من دي لكمه وأخرجوا منه ثلاثين درهما وقالوا لمقبل امضي وهاتي لنا شيئا نأكله فتقدم مقبل وهمس في أذن أحدهم وهو رئيسهم فقال الرئيس بصوت مسموع لابد من قتله هيا أحضر لنا ما نأكل فإذا جئتنا به قتلناه فصرخ الغلام بصوت غاضب لا أمضي قبل أن تقتلوه فتمالك الشاب رباطة جأشه وقال لهم يا قوم ما ذنبي ولما أقتل قد أخذتم مالي وثيابي فدعوني أذهب إلى حال سبيلي ثم التفت نحو مقبل وقال له هذا من حق يا مقبل وحق أبي ويحك ألا ترحمني فصرخ مقبل صرخة عظيمة وقال إنكم إن لم تقتلوه خرج ونبه عليكم الوالي فيقتلكم كلكم فجذبه أحدهم وقد امتشق سيفه مجردا وسحبه من صدر الدار التي كان فيها إلى بلوعة تجري مياه نهر الجغجغ من تحتها وهم ليذبحه عليها فوقعت عين الشاب الموصلي على غلام كان في جملتهم وكان في مثل سنه فتوسل إليه وقال له إرحمني فأنت غلام في مثل سني وإن خلصتني من يد هؤلاء وأجرتني فلك أجر عنده تعالى تدفع به البلاء عن نفسك وبك الشاب وانتحب وهو يحلف بأن لن ينبه عليهم أحدا أبدا ولن يفوه بكلمة عنهم إنهم تركوه فنهض ذلك الفتى ورمى بنفسه عليه وقال والله لا يقتل وأنا حي فإما قتلتموني قبله وإلا فلا تقتلوه وتعصب له أستاذه وقال غلام أجاره فلا تقتلوه فشتموه وشتم غلامه وتعصب للمستجيرين جماعة منهم واندفعوا وخلصوه وابتعدوا به عن البالوعة المشؤومة وقد كاد الرجل أن يذبحه عليها فأجلسوه في وسطهم وجلسوا من حوله بينما كان الآخرون يشتمون الغلام ولكن الحماة ظلوا على حرصهم عليه ومنعوا عنه القتل وقالوا نحن جياع فأتون بشيء نأكله وقتل هذا لا يفوت فقال له البعقون ما قاله الحماة فكفوا عنه ومضى مقبل واشترى خمسين رأسا بانشا أو نيفا كما يعرف الرأس وخبزا كثيرا وجبنا وزيتونا وجاءهم به فجلسوا يأكلون والموصلي الشاب يتخوف أن يتغافله منهم إنسان فيقتله غدرا فأومأ لذلك الفتى ولغلامه فتركا مكانهما وجلس هو وأستاذه يحفظان الموصلي إلى أن فرغ جماعة اللصوص من الأكل فوكلا به قوما من ثقاتهما ممن فرغ من الطعام وعادا يتابعان الأكل واستدعياه للأكل معهما فأراد الموصلي إيجاب الذمام عليهم أي أن يصير بينهم خبز وملح فأكل معهما أكل معرض لقمة واحدة أو لقمتين بلا شهوة وهو يرتعد خوفا وهلعا وبعد أن انتهى الطعام قام مقبل وقال وكأن له ثأرا عند الشاب البريء الآن أكلتم وتركوا هذا الفتى خطأ يؤدي بنا جميعا للهلات فاقتلوه فعاد الكلام في قتل الموصلي وأقبل هؤلاء يمنعون وتزايد الأمر إلى أن جرد بعضهم السيوف على بعض وجعل المدافعون عن الموصلي الشاب وراءهم وأقبلوا يجادلون ويذودون عنه وأولئك ينخسونه من خلفهم بأطراف سيوفهم والشاب الموصلي يجتهد في تجنب أذاهم ويتعلق بالمدافعين عنه من حلاوة الروح خوفا من أن يصل إليه المهاجمون فيقتلوه وهو يحلف لهم صارخا بأنه إذا سلم لن ينبه عليهم واستمر الحال حتى كادوا يتجارحون فتدخل البعض في الأمر وقالوا لا يكون هذا الفتى سببا لاقتتالنا وخلافنا فيما بيننا فيكون شؤما علينا فدعوه فتوافقوا على الكف عن الموصلي وجلسوا يشربون فلما أرادوا أن يخرجوا قبل الفجر قالوا يتوكل له من يتعصب له حتى نخرج نحن فإن صاح ابتلي به من خلصه فقال الفتى وأستاذه للشاب الموصلي قد سمعت يا فتى فلا تكافئن على جميلنا بقبيح فحلف لهم الشاب بالله بأنه لن ينبه عليهم أحدا فخرجت الجماعة إلا الغلام وأستاذه فلما بعدت الجماعة وساد الصمت والسكون عقبهما عندها خرجا معا وعندما صار الفتى وحيدا أغلق الباب وترسه ووقع مغشيا عليه ولم يوفق من غشيته إلا عندما لحقه برد قارص أرعد فرائصه وقد كان السحر وسمع صوت الدباد بتوقذ الوالي من نومه فخرج عريانا يجري في أزقة نصيبين وشوارعها حتى وصل إلى الخان ولشدة فزعه جمع أغراضه على عجل وغادر الخان وعاد حثيثا إلى الموصل وقد آل على نفسه بألا يمضي إلى موضع لا يعرفه ولا يوافق من لا يعرف باطنه وحمد الله على سلامته وعندما صار بين أهله لم يحادث أحدا عن الحادث لبقية فزع في نفسه وانقضت سنة أو قريب منها على هذه الحادثة وفي أحد الأيام صدف أن كان الشاب عند صاحب الشرطة بنصيبين لصداقة بينه وبين والد الشاب الموصلي من أيام وجود صاحب الشرطة في الموصل فلم يلبث أن أحضر بعض الجند جماعة من اللصوص لحضرة صاحب الشرطة وقد عثر عليهم الطوف أي الدوريات في قرية زند القريبة من نصيبين وتمكنوا من إلقاء القبض على سبعة أنفار منهم بعد أن هرب الباقون فوقع بصر الشاب الموصلي على ذلك الغلام الذي أجاره وعلى أستاذه وعلى مقبل فأخذته الرعدة وبانت عليه وأخذ صاحب الشرطة مقبلا من بينهم ثم التفت إلى الشاب الموصلي وقد رأى حاله فسأله قائلا ما لك ترتعد فقال الشاب إن حديث طويل ولعل الله أراد بحضور هذا المجلس سعادة البعض وشقاء البعض الآخر فأنح صاحب الشرطة على الشاب بالحديث والإفصاح على سره دون خوف ولا وجل فحدثه الشاب بما جرى له تماما مع القوم فتعجب وقال هل لا شرحتها لي من قبل وأنت في ضيافة منذ أيام على ما بيني وبين أبيك من مودة وصداقة حتى كنت أطلبهم وأنتصف لك منهم فقال الموصلي إن الفزع الذي كان في قلبي منهم لم يمكن لساني من البوح والكلام فسأل صاحب الشرطة وقال من ذا الذي كان معك من هؤلاء؟ فقال الشاب الغلام وأستاذه وواحد من الباقين فأمر بحل كتافهم وتمييزهم من بين أصحابهم ودع مقبلا وقال ما حملك على ما فعلت بابن سيدك؟ فقال مقبل سوء الأصل وخبث العرق وصروف الزمان فأمر به فضرب عنقه وأصحابه الباقين ودع الغلام وأستاذه وصاحبهما وقال لقد أحسنتم في دفعكم عن هذا الفتى والله يجزيكم عن فعلكم الخير فتوباء إلى الله من فعلكما وانصرفاء في صحبة الله مع صاحبكما ولا تعوداء لما كنتم عليه من التلصص فقد مننت عليكم لحسن صنيعكما مع هذا الفتى فإن ظهرت عليكم ثانيا ألحقتكم بأصحابكم وشكر الشاب صاحب الشرطة وحمد الله على توفيقه لقضاء من أجاره والانتقام ممن ظلمه ثم صار إلى ذلك الغلام وأستاذه وسألهما أن يختلفا إليه وأمن لهم عملا شريفا يرتزقان منه بعد أن عاد إلى أهله في الموصل وعرف الجميع بقصته وجعل الفتى وأستاذه تحت رعايته بعد أن عزفا عن التلصص وارتكاب الآثام ترجمة نانسي قنقر